نتقل ملف مختلف وتحديداً هروح لاتحاد الجزائري لكرت القدم كانت مفاجأة برضو إعلانه عن الانسحاب من سباق الترشح لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 25-27 وقال كده تحديد الاتحاد الجزائري كان أصدر بيان قال من هذا الانسحاب يأتي بسبب الناهج الجديد الذي يتبعه كافي استراتيجية تطوير كورت القدم في الجزائر وشرح كمان البيان جزائر برضو يعني أكيد منتمع عليه الكاف ولكن لن تترشح لاستضافة البطولة المهم خليني أقول لحضراتكم ده الشق بقى الأعتقد يعني حلو لنا الحد جبير كان فيه ست دول طبعا مرشحين لاستضافة البطولة كان من بينهم أكيد مصر يعني كده أنت عندك لسه فرصة عندك طبعا تنافس لأن فيه دول أخرى عندك بوتسوانا وعندك كمان كينيا وأغاندا وتنزانيا ده ملف مشترك ما بينهم فيمكن فيه دلوقتي فرصة مصر تستضيف أكيد هذه البطولة أعتقد تبقى يعني حاجة جيدة جدا إذا كنا احنا يعني أو تم اختيارنا بس طبعا انسحابهم ده قرار زي ما بيتقال كده خاص بيهم لكن أعتقد إحنا بالتالي ممكن إحنا نسعى أن إحنا نقيم هذه البطولة لأن أعتقد حيبقى إنعكاس جيد جدا لرياضة برضو المصري ونضيف نجاح جديد في سلسلة نجاحاتنا الحقيقة في مسألة تنظيم البطولات يعني انسحاب يمكن عائد غير جيد لهم بس أعتقد دي حاجة جيدة لنا لو فعلا تم اختيارنا يعني هيبقى لها نتائج أعتقد رائعة جدا الناس كتيرا كانت تكلم تحديدا عن هذه البطولة مبارح وكانت تكلم تحديدا إيه الريفنيو من وراها فنتمنى أكيد أن هي مصر تنجح في استضافتها شكرا